حامل من اخوكي؟ طب فين ابوكي؟ طب راحت فين مامي؟ اللي اتنين كانوا في الشغل اللي اتنين؟ ادي علامات يوم الايامة دي ولا ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هالي الجريمة دي حقيقي؟ يا سيد ريح نفسك خدخل على جوجل ودي مصدر الخبر اهو اذا كنت مش مصدق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاب عنده 16 سنة من الفيوم من قرية اسمها كرية العلوية بالصوفية قرية كده يعني منطقة عشوائية اللي حصل ان الشاب بيقول ان انا كنت ماشي في الشارع وشفت قطة ونطط عليها قط يعني القطة والقطة بيمرسوا هما الاتنين في الشارع لما شفتهم يعني الود بيقول انه هو تعب حصل له حالة هيجان راح البيت ملقاش اللي اخته اخته اللي عندها 18 سنة اللي اكبر منه سنتين وفين بابا وماما كانوا الاتنين في الشغل دخل على اخته وحب انه هو يقرب منها ويمارس معاها لكن البنت كانت بتقاوم وبعد كده حصل اللي حصل بينهم هما الاتنين الجريمة دي بدأت ازاي؟ لما البنت تعبت وبطنها وجعتها وبدأت ان هي تتقلم ومش قادرة وتعبانة والحقوني خدوها ابوها امها وتلعبها على المستشفى وهنا كانت المفاجأة من الدكتور بيقولهم ان لبنتكم حامل حامل ازاي؟ بنتنا لسه متجوزتش؟ اللي بتقولوا ده طبعا هنا الدكتور يعني لما عرف ان هما بيقولوا ان هي مش متجوزة وازاي تقول كده وصدمة بالنسبة لهم اعلى طوله راح مبلغ الاجهزة الامنية اني جت لنا المستشفى بنت حامل وفي حالة تسمم حامل والحالة خطرة ولازم ينزله الجنين لان بنت ممكن تموت فيها وهنا لما جل رئيس المباحث دخل للبنت لما عرف من اهلها ان هي مش متجوزة وكلمها وقال لها ما تخافيش من امك وابوكي احنا هنحميك منهم بس قوليلي مين اللي عمل معك كده وهنا البنت اعترفت وقالت ان اللي عمل كده معايا هو اخويا اخوكي ازاي؟ طبعا هنا الوقت كان مستخبف البيت راح وجابوه اعترف وقال كل حاجة انه هو شاف قطة وقطة في الشارع الوقت جاله حالة خياجان راح البيت بيقول ان اول مرة هي كانت بتعنفني وكانت مش قادر عليها وبدأت ان هي تشتبني وتضربني لغاية ما حصل اللي حصل بنا احنا الاثنين لكن بعد كده كنا بنمارس كل يوم مع بعض ويمكن هي كمان اللي كانت بتطلبني وتندهلي وادخل لها القوضة وكنا كل يوم شغالين مع بعض احنا الاثنين كل يوم اه كل يوم بسم الله ما شاء الله وفينا ابوكو الاثنين في الشغل بيبقوا في الشغل وهم الاثنين واحنا الوحدنا في الشقة احنا الاثنين واخدر راحتنا على الاخر والبنت حملت من اخوه طب بنقرض الجرائم دي علشان خاطر ايه ناخد النصيحة ناخد النصيحة ان احنا نفرق بين ولادنا وبناتنا في المضاجع ما ينفعش الولد حتى يبقى مع الولد على سرير ولا البنت مع البنت على سرير تخيل بقى الولد وبنت على سرير مع بعض وهم الاثنين غلط وغلط ان كنت تسيبهم في الشقة المدة طويلة وفي السن اللي هم في ده الواد ما لقاش اللي اخته لما شاف قطه قطة الواد تعب وجاد طحيتها لهايجان وراح جيري على مين راح جيري على اخته لكن دوت الواد ما لقاش اللي مين الا اخته اللي يمارس معاه لقوا الدهية بقى كمان ان البنت بعد كده بدأت تستجيب وبدأت ان هم كل اليوم اللي اتنين يمارسوا مع بعض ليه الجو هادي بقى والدنيا هادية وابوهم واموهم ما يعرفوش حاجة والامو والاب ما كانوش عارفين حتى ان هي حامل لدرجة البنت حامل والامو والاب ما يعرفوش ان هي حامل لغاية مجالها التسمم الحامل اللي حصل لها نتيجة طبعا ان البنت صغيرة ما تعرفش حاجة واللي حصل طبعا وفي نفس الوقت يعني دي عائلة ما صغيرة يعني دي 18 سنة كنت فين انت وكان فين عقلك فين نما عملت حاجة زي كده مع اخوك دي علامات يوم القيامة دي اللي احنا بنسمعه ده هنقول ايه غل الله الامر من قبل ومن بعد ماشكركم جدا ما اتمنى من حضراتكم الاشراء في القناة تفحيزي للجرس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته